كما قلت لحضراتكم بالفعل الحلم أصبح حقيقة حلم تحقق وبأروع من الخيال زي ما قال التأرير بالتأكيد الأجواء كانت رائعة وافتتاح كان أكثر من رائع للشقيقة قطر وزي ما احنا عارفين في أن مونديال قطر 2022 هو الأول على الإطلاق الذي يقام في العالم العربي والثاني الذي يقام في قارة أسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء وقبل مباراة الافتتاح النهاردة تحدث السويسري انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واتكلم طبعا باللغة العربية خلال حفل الافتتاح النسخة رقم 22 من كاس العالم 2022 في قطر وقال مرحبا بضيوف البطولة وشاهد حفل الافتتاح توزيع بعض الهدايا خاصة للجماهير الحاضرة في المدرجات أو في مدرجات استاد البيت قبل مواجهة قطر ضد الإكوادور في افتتاح كاس العالم زي ما حضراتكم تفرجتوا النهاردة كان الافتتاح رائع وكانت كل الأمور جيدة المباراة طبعا لما هنيجي نتكلم عن هذه المباراة كان من المتوقع أن يكون المنتخب القطري أفضل من الشكل اللي احنا شفناه ولكن المنتخب الإكوادوري أفضل من المنتخب القطري بكتير يعني هناك فارق كبير جدا ما بين منتخب الإكوادور ومنتخب قطر طبعا انتهت المباراة بخسارة المنتخب القطري بهدفين مقابل لشيء كان من الممكن أن يزيد عدد الأهداف في هذه المباراة ولكن في النهاية المنتخب القطري محتاج أنه يعيد ترتيب أوراقه ويعيد ترتيب نفسه خلال الفترة اللي جاية لأن المباراة القادمة مباراة صعبة جدا على المنتخب القطري وفي نفس الوقت هو أحد المنتخبات العربية اللي احنا كلنا بننتظر أن يظهر بشكل جيد كل العالم أو كل العالم العربي بينظر للمنتخبات العربية اللي حتعمله قطر اللي حتعمله السعودية اللي حتعمله المغرب اللي حيعمله المنتخب التونسي الكل ينتظر مين اللي حيلعب ومين اللي حيبقى أفضل المنتخب القطري النهاردة الحقيقة أداء سيء للغاية أداء سيء للغاية كان ممكن يبقى أحسن من كده أنا كنت متوقع بالنسبة للمنتخب القطري إنه هو يكون أفضل من كده ولكن الحقيقة معرفش ليه النهاردة ظهر المنتخب القطري بهذا الشكل طبعا قوة الإكوادور ولو تتذكروا زميلنا محمود شاكر وحمد يحية يوم الأربع يتكلموا عن قوة منتخب الإكوادور وإنه منتخب قوي وبالتالي قدرنا نشوف بالفعل المنتخب الإكوادوري على الأرض الملعب هو منتخب قوي ممكن جدا جدا يكون مفاجأة هذه المجموعة منتخب القطري يجب أن يعيد ترتيب أوراقه خلال الفترة القادمة إلا هتبقى عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في المباراتين المتبقيتين